النادي الأهلي لا يصدر الأزمات والنادي الأهلي نادي متزن إلى أبعد مدى وإدارته دائما أبدا إدارات متتالية مش بس بتكلم عن نجلس الإدارة الحالي بقيادة النجم الكبير الكابتن محمود الخطيب كان دائما أبدا النادي الأهلي بيبحث عن استقرار الأمور الجوانب الاحترافية نقل التجارب الأكثر تقدما في العالم في الرياضة وكرة القدم إلى مصر وكان هو بيدعو لنقل هذه التجارب إلى بلدنا الغالية علينا جدا مصر وتطوير منظومة الرياضة وكرة القدم وتطبيق دوري المحترفين وكل الأمور اللي تخلي منظومة الرياضة وقتلة الرياضة أسرع وأفضل وأكثر تطورا في مصر أعتقد ده لا خلاف عليه وده مشهود للنادي الأهلي بي من حوالي من أكثر من 11 سنة ويمكن من عام تقريبا 2008 والنادي الأهلي بينادي بتطبيق دوري المحترفين واتباع كل الأطر اللي تخلينا أقرب إلى النماذج الاحترافية النجاحة اقتصاديا وتجاريا ومن ناحية تحقيق الأرباح وتسويقيا بجانب طبعا الأمور الفنية اللي بتعود على منتخباتنا الوطنية وبتخليها أفضل باعتمدها على الأندية الرائدة في الرياضة المصرية وفي مقدمتها النادي الأهلي النادي الأهلي فقط له بعض المواقف اللي بتكون مبنية على عقلانية شديدة وعلى حقوق متساوية المفروض أن الجميع يتمتع بيها ولما بيكون له وقفة أو موقف معين بيكون مبني على أنه بيحترم النظم واللوائح والقواعد اللي بتحكم منظومة الرياضة أو إطار الرياضة أو كرة القدم والمنافسات الرياضية بشكل عام عشان كده في بعض الأمور بيتطلب الأمر وقفة جدة جدا حتى تنتظم الأمور وده اللي كنا بالنادي به من الفترة اللي فاتت الموسم الماضي اللي كان مضطرب جدا تنظيميا وإداريا وكان كل الأندية في مصر منزعجة من اللغباطة اللي كنا شايفينها الموسم اللي فات عشان كده كان عندنا تفاقل كبير للموسم ده يبقى أفضل والنادي الأهلي كان مطلبه الوحيد من قبل ما ينطلق هذا الموسم أن الأمور تبقى أكثر انضباطا وأكثر تنظيما مش افتعل أزمة أو مش رغبة في دخول في أي معارك بالعكس النادي الأهلي نادي بيحترم الجميع بيحترم كل المنافسين ولكن أيضا يحترم حقوقه وحقوق أعضاء وجماهيره عشان كده أحيانا بيقول يا جماعة لابد أن تكون الأمور بتدار بشكل احترافي مش للأهواء مش خاضعة للأهواء أهواء كيانات أو أشخاص أيا كان اللي بنتكلم عليه بنتكلم في النهاية أن لازم حقوق متساوية أو فرص متكافأة لكل المتنافسين خصوصا لما بنتكلم عن الأندية المصرية الكبيرة وفي مقدمتها الأهلي اللي بيكون عنده ارتباطات طبعا هو دايما بيكون بينافس بالدرجة الأولى وهو الأقرب دايما إلى كل الألقاف في المنافسات المحلية فضلا عن أنه بيمثل مصر وتاريخه الكبير جدا مع بعض الأندية المنافسة أيضا اللي بتشارك على المستوى الدولي أو الأفريقي واللي احنا كمان بنحتفي بمشاركتها الدولية لأنها في هذه الحالة بتمثل أيضا الرياضة والكرة المصرية بس بنوضح للناس أن فكرة النادي الأهلي أحيانا اللي بتتطلب وقفة أو إعادة نظر في بعض الأمور من المسؤولين عن الرياضة أو كرة القدم بتبقى عن حق وعن إدراك كامل لأن انتظام المسابقة جزء مهم جدا وأصيل من نجاحها وأن الأمور لو فيها فوضى أو عشوائية أو عدم انضباط في ترتيباتها في الجدول أو في الجوانب الزمنية أو في الحقوق المتساوية لكل المتنافسين ده بيؤثر فنيا بدرجة كبيرة جدا على مستوى المسابقة وعلى قيمتها الفنية